أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال مؤتمر إعمار منطقة مكة المكرمة أن الاهتمام بالإنسان كان ولا يزال من أولويات قيادة هذه البلاد منذ واحد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود أن بناء الإنسان له الأهمية الأولى التي تسبق تنمية المكان فنحن نتحدث أولاً عن أهم بقعة مباركة على وجه هذه الأرض بالنسبة للمسلمين ألا وهي مكة المكرمة والحديث عن مكة يشمل للمدينة والمشاعر المقدسة وباقي أنحاء المنطقة من مدن ومن محافظات الإنسان هنا له أهمية كبرى بدأت منذ نشأة هذه البلاد منذ أن توحدت المجموعات والجماعات والقبائل والمدن والقرى تحت مسمى واحد اسمه المملكة العربية السعودية منذ ذلك اليوم والمسؤولون عن هذا المشروع الذي أصبح معجزة القرن العشرين في نظري لأن المؤسس ورجاله اختاروا الطريق الأصعب والطريق الذي لا يمكن أن يتجرد اتخاذه أو على اتخاذه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن ورجاله ترجمة نانسي قنقر